اشتركوا في القناة وعند سؤالها عما يميز زوجها أحمد الحلو حتى تمكنت من تخطي الخيانة والوثوق مجددا برجل قالت بياعة أن أحمد رجل حنون وطيب وهو شهم ورجل بمعنى الكلمة إذ أنه ظهر في مواقف كثيرة اكتشفت من خلالها أنه سند حقيقي ولا يمكن أن يخون ما اعتبره الجمهور إشارة منها إلى أن زوجها الصابق تيم حسن كان عكس تلك الصفات كليا وردا على سؤال المذيع ما إذا كان زوجها يتدخل بتربية أبنائها من زواجها الأول ورد وفهد أكدت أنه يتدخل وهما يحبانه كثيرا وهذا الدور الذي يقوم به أحمد هو أكثر الأمور التي تختلق المشاكل بين الزوجين إذ أنه يسمح للأولاد بما تمنعه ديم عنهم وأضافت أن أحمد لديه صلاحيات كثيرة في تربية أولادها وله كلمة نافذ عليهما لأنه ساعدها كثيرا في مسائل التربية وهو يحبهما كثيرا وعن رأي تيم حسن بهذا قالت بياعة أن بين تيم وأحمد علاقة احترام متبادلة والاعتراض من قبل تيم على هذه المسألة هو زوج أمهما وعاش ما يزيد عن ثماني سنوات معهما وجلس معهما في كثير من الأحيان أكثر منها ومن الطبيعي أن تكون كلمته نافذة عليهما يذكر أن ديم سافرت إلى دبي بعد الأزمة السورية وبعد زواجها بقيت هناك وكان لديها مؤخرا بعض الأعمال كصباير 6 الذي عرض في رمضان 2023 وشتي بيروت مع عبد فهد وبرنامج مصنف على أنه من تلفزيون واقع يسلط الضوء على وضع اللاجئين السوريين في السويد اشتركوا في القناة